يواصل المنتخب الوطني لكورتليا تحضيرته لبطلة العالم التي تحتضنها مصر شهر يناير المقبل وذلك من خلال حصص تدريبية مكثفة في المعسكر الإعدادي الجاري هنا بمدينة إفران والذي يضم لاعبين محترفين في الدوري الفرنسي الاستعدادات وجرت في أحسن الظروف نتدرب بشكل متواطن خاصة على المستويين البدني والتكتيكي الأجواء جيدة وخلال الأسبوع الجاري سنرحل إلى تركيا حيث سنكمل باقي الاستعدادات لتحقيق نتيجة إيجابية استعدادات كتتوز هنا أجواء مزيانة كيف ما كعرفت كلنا مدينة إفران كتتوفر لنا جميع الظروف باش نترينيوف كيف ما كتشوفوه مزيان وجاءة كورونا لديت كانت شوية صعبة سيختار الجواء غلوكو ما كانتش البطولة كانت واقفة كانت لسنت خيمون البيباكترينيوف ديور كانت صعبة شوية والحمد لله حنا عمنا الماشي البارح اللول كان أداء جيد كل شي كان مزيان العناصر الوطنية تبذل جهدا كبيرا من أجل استعادة الطراوة البدنية سيما بعد التوقف الاضطراري لمنافسات البطولة الوطنية بسبب جائحة فيروس كورونا هذا ويحرص الطاقم التقني على التركيز على الجانب التقتيكي من خلال إجراء مباريات داخلية كيف تعرف الجميع بأن منتخل مغربي صافي 14 ممشي نشكس العالم الحمد لله من بعد 2007 ترجعوا المكانة دينا غير الليخ سيعرف المغربي وأن المنتخل مغربي يعرف واحد تشبيه بديل تقريبا 60% في الأول سنة 24 ديالي جوه توجه دي الجامعة تحقش عندهم استحقاقات جيالة تكون في مغربي ديالي كودة أفريك ديناسيون بالنسبة للإستعدادات نحن داخلين إفران ديزوي جور دابا لابنا لابنا جو مقابلات ماغينية من بعد نتوجه لتوركي إن شاء الله نتمنى لابنا المنتخل الوطني جو مقابلات ما وجذير بالذكر أن المنتخب الوطني سيتوجه إلى تركيا بداية شهر يناير المقبل لإجراء آخر معسكر إعدادي قبل السفر مباشرة إلى الديار المصرية ترجمة نانسي قنقر